موعد رياضي جديد يتيكم مشاهدين عبر قناة جيل ديزاد أهلا بكم بداية تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة إلى دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية والجارية بالعاصمة الرواندية كيغالي وذلك بعد فوز على المنتخب الليبي بنتيجة 38 مقابل 23 ليضمن الخضر بالتالي تواجدهم في بطولة كأس العالم بألمانيا واليونان شهر جوان من السنة المقبلة هذا تنتظر شبان المنتخب الوطني مواجهة قادمة أمام المنتخب المصري لتحديد صاحب المركز الأول والثاني من المجموعة الثانية وذلك يوم الأربعاء المقبل على الساعة الثانية زوالا بالتوقيت المحلي فكل التوفيق نتمناه لهم في باقي المشور أقد صبيحة الاثنين بمدينة وهران اجتماع تنسيقي تحسبا لمباريات بطولة كأس العرب للناشئين والتي تنطلق منافساتها غدا ثلاثاء هذا وتم خلال الاجتماع استعراض لائحة البطولة العربية بالإضافة لتعليمات التحكيم وكذا اعتماد أهلية اللاعبين وألوان المنتخبات كشف رزق رمان مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة أن منافسة كأس العرب تعتبر بمثابة محطة تحفيزية لباقي الموعيد وقال رمان في حوار لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن عناصره جاهزة من الناحية البدنية والذهنية للظهور بقوة في هذه المسابقة العربية لنتابع كان جو عائلي يحضروا في نفسية جيدة لذلك نحن لكل حال دورة كأس العرب تعتبر كذلك بحطة أخرى لتجعلنا نوقف على عدة أمور تحضيرية لهدف المسطن وهو كأس إفريقيا في 2023 نصب لحد رئيس سلفاف عبدالوهاب جهيد زفيزف مسؤولي التحكيم الجدد على مستوى البطولة الوطنية وذلك برفقة الأمين العام مونير دبيشي ويتعلق التنصيب بتعيين جمال حمودي نائبا لرئيس التحكيم وكذا رشيد دمجيبة كمدير فني وطني للتحكيم كما تم أيضا تعيين ليم كي تشونغ في منصب مدير تطوير التحكيم وعقب هذا التنصيب أبدأ ليم كي تشونغ مدير تطوير التحكيم عن سعادته بالمهمة التي أوكلت له من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كما أبدأ عزمه على تكوين حكام كبار للجزائر هذا أصرح ليم كي تشونغ لموقع الفاف أن مهمته تشمل جميع التواقم التحكيمية أولا أعمال يعتبر لأنه أولا لكراريس التحكيم أولا لكي تشلل لتصفيح أولا أن أمفضاظ قالت هناك أيضا للتحكيم أنني أتطوير وقتل letحكي ولا صحيح فقط لكي وقتل قبل التي تشلل مرتبط قريبا التحكيم والاقيق الصين والفيديو وأرم الإرثار عليك أن نكون هناك تحكيم في حوالي إنه جزبراك أسفل. إنه سبب في حلقة جزبراك مع كل مؤمنين ومع المؤمنين ومعالجيزين الفيسي سيكون لدينا شيئا. يجب أن نتعجب مجتمع بشيء ومجتمع بشيء لتعب من أغلقية ومجتمع بشيء مؤمنين لتعبوننا ومجتمع بشيء من المرمكة لأننا سنجب بشكل صحيح لأننا سنجب إلى أي مشكلة لأننا لدينا البلاتفورة الجزائرية جمال حمودي عن الأهداف المسطرة لمستقبل الصافرة الجزائرية على مدار السنوات الثلاثة المقبلة هذا وظف حمودي أن الاستنجاد بخبرة ليم كي تشونغ وإضافة كبيرة للتحكيم الجزائري نظن هذا تربص بداية السنة اليوم ماجي إليم كذلك إضافة للتحكيم الجزائري اللي رح يكون معنا على مدار السنة كاملة لتكوين الحكام نظن اليوم كان برنامج كبير إن شاء الله بإذن الله في التلت سنوات هذه القادمة في نقاط على المدار القصير على المدى الطاول إن شاء الله بإذن الله رح لعنا هدف كبير وهو أننا نوصل بالتحكيم الجزائري إلى إلى 2026 لكأس العالم بأمريكا إن شاء الله بطاقمين جزائريين إن شاء الله في كأس العالم إذن استجادوا الفاف بالخبرة الأجنبية للتحكيم مع وضع الثقة أيضا في الكفاءة المحلية تعتبر بمثابة خطوة جديدة لإصلاح التحكيم الجزائري على مستوى البطولة الجزائرية لكرة القدم فهل سنشاهد موسما خاليا من الهفوات والأخطاء التحكيمية أم أن دار اللقمان ستبقى على حالها المزيد في هذا التقرير لشبس الدين زركي لا يمر موسم ولا حتى جولة من جوالات الدور الجزائري إلى وكانت هناك اتهامات لحكام المباريات إما بالتحيز أو الضغط على المنافس وعدم إنصافه وسرعان ما يتحول الأمر إلى اتهام المشهد ليس بالجديد بل هو ظاهرة تتكرر مع بداية كل عام والقبضة تشتد مع إسدال سطار النهاية وبهدف تشخيص الداء أحدث الاتحاد الجزائري لكرة القدم إصلاحات جديدة بنية التطوير والرفع من مستوى التحكيم المحلي وفي خطوة هي الأولى من نوعها تم الاستعانة بالخبرة الأجنبية من خلال تعيين الحكم الدولي ليم كين تشونغ مديراً لتطوير التحكيم ومن أجل تعديل الكفاة منحت الاتحادية الثقة في الكفاءة المحلية حيث عينت جمال حمودي نائباً لرئيس التحكيم وكذا رشيد مجيبة مديراً فنياً وطنياً للتحكيم نظن اليوم كان برنامج تلت سنوات هذه القادمة في نقاط على المدى القصير على المدى الطاول إن شاء الله بإذن الله رأينا هدف كبير وهو أننا نوصل بالتحكيم الجزائري إلى 2026 في العالم في العالم إن شاء الله في تقامين جزائريين إن شاء الله في العالم رسالة بلغيري أن نفسك أنه c'est très important notre objectif c'est bien sûr le rajeunissement ça a toujours été l'objectif d'un responsable de l'arbitrage le rajeunissement ce qui nous manque c'est un peu l'organisation donc de mon côté je vais essayer d'apporter mon expérience sur le plan l'organisationnel de manière à ce que nos arbitres soient dignement représentés qu'ils confirm cette responsabilité qu'ils ont dans le champignon la national صحيح هي نقلة نوعية فريدة من طرف الفاف بتوظيفها للخبرة المحلية إلى جانب الأجنبية في سلك التحكيم لكن هل سنرى موسما خاليا من الأخطاء التحكيمية وبعيدا عن ممارسات الكولسة وتجارة المباريات أم أن التغيير حدث من أجل التغيير وفقت محليا أعلنت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة التحاق اللاعب السابق لوفق سطيف أكرم جحنيط إلى صفوف الاتحاد بعقد مدة موسمين وجاء توقيع أكرم جحنيط بعد تسوية وضعيته مع نجنة المنازعات هذا تعلق أقول إدارة اتحاد العاصمة آمالا كبير على جحنيط لتقديم الإضافة المرجوة للفريق في الموسم الكروي الجديد أبدأ مدافع شباب بالوزداد مختار بالخيثر رضاه بما قدمه زملائه خلال التحضيرات تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد وتحدث بالخيثر في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق أنهم مستعدون جيدا للحفاظ على لقب البطولة الوطنية رغم صعوبة المهمة هذا الموسم مختتما حديثه أن هدفهم الأبرز هو الذهب بعيدا في المنافسة الافريقية التي تعتبر أيضا حلما يراود جماهير بالوزداد سوفرينا تعبنا وكلش ميهدا قاعدنا القاوة كما قلو في السيزن في الشامبيونة إن شاء الله سنكونوا حاضرين بيئة بالمياج أنا ييد واحدة عدنا أبجيكتف واحد لازم يكونوا ييد واحدة لازم يكونوا خاوة وخط بس تحبوا لتكر هننا نعايشين هنا نجوار بعضنا كتر من هننا نعايشين مع العائلات تحنا تلت سنين كونسي في الشامبيونة ما رايز سهلة دونك ما راحش تيختو هاد العام ما راحش تكون سهلة هتكون سهبة بزاب بالك على العوام اللي فاتوا بسك في ركام لتستنى فاريق شباب بالوزداد إحنا اللي سنسين كونو جروب واحد خاموا في أبجيكتف واحد اللي هو إن شاء الله رحوا بيت في الشامبيونة وصيرتوا في الشامبيونة إن شاء الله علاش لا نزيد ندخله في التاريخ في اتصال هاتفي خص به قناة جيل ديزاد أوضح عبدالقادر دحماني رئيس ملودية البيض أن هدفهم خلال الموسم المقبل هو اللعب على ضمان البقاء إن شاء الله ندخل البطولة المنافسة ورمان البقاء إن شاء الله هذا هو هدف تعلم هذا الكثير النافس إحنا نحن نلعب وقرح وضوط تعلم إن شاء الله إن شاء الله نكونوا في الموعد إن شاء الله إحنا نقدرنا انتجابات في المستوى وقدرنا تحضير نجاح بنسبة 8% ما نقول لش 100% إن شاء الله بإذن الله نقولوا كلمتنا في هذه البطن إن شاء الله نحن نتمشو على حسب إمكانيات نحن ما نش ما ننع كما قلو مع المعادل الفارق مع المطاق مع المعادل إن كان نمشو على حسب الإمكانيات المتاحة واللي نقدر عليها نمشو على حسب إمكانيات إن شاء الله من كل الجوان الملعب بتاعنا جاهز بنسبة 100% جاهز الملعب الحمد لله نحن كانوا عدنا بعضنا نقائس كما نقائس فقط ما سيش عددنا نقائس كبيرة في الملعب لقد عدنا نقائس فقط لأننا كانوا نقائس الأقسى مستفلو وكانت بعض الأمور ما كانش مقبول ما مطلبة في الملعب لكن اليوم الحمد لله الملعب جاتيا لجنة استعهدية مستاهرة الملعب كانوا فرحاني والحمد لله الملعب جاهز هذا وتحدث رئيس ملودية البيض عن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها فريقه مضيفا أنه ينتظر وعود السلطات المحلية والولائية بضخ خزينة النادي ب35 مليون سنتيم لمباشرة الموسم الكروي الجديد من المساعدة تعسيد رئيس جمهوري هذه طوامة اللي يعطيها يعني لأننا نصدرنا ستاج منها ليكيب ومعد ناشا الملعب معد ناشا يعني ما ما كانش ليعطانا يعني ما كانش ميلة مللي معد ناشا معد ناشا صفر صفر دينار معطاونا ولو ما كانتا واحد ما كانش لي مراجبين للي عدنا سпонصور معد ناشا في أخبار صحيفة لكيب عن التشكيل المثالي لجولة الثالثة من منافسات البطولة الفرنسية وضمت القائمة تواجد الدولية الجزائري ولعب براست الفرنسي يوسف بلايلي رفقة ثلاثي باريس سان جيرمان ليونال ميسي ونايمار دا سيلفا وكيليان مبابي ويأتي تواجد بلايلي ضمن التشكيلة المثالية للجولة بعد مساهمته الكبيرة في فوز فريق على حساب مضيف أنجي بثلاثية لهدف وذلك عبر منح لتمريرتين مفتاحيتين في كرة الهدف الأول والثالث باذا الخبر مشاهدين نطوي أوراق نشرتنا الرياضية لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر أسفل الشاشة شكرا مشاهدين على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله